نبدأ ندخل على الجزء السيفن سيجمينت طيب بعد كده بندخل على تطبيق السيفن سيجمينت توصيل السري دي جيت سيفن سيجمينت زي ما احنا شايفين في الشكل اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت فمش هضطر ان انا رجع اتكلم عنها تاني سيفن سيجمينت فيها اتناشر بين او تمانية خاصين سبعة بالسيجمينت واحدة بالضوت يبقى كده تمانية وتلاتة كنترول يبقى كده احداشر وفيه البناء رقم ستة مش مستخدمة فده توصيل السيفن سيجمينت السيفن سيجمينت هنوصل السيجمينت ايه بايه هنا زي ما هو باين كده وبعد كده بي و سي و دي و اي و اف و جي تمام يبقى دول السيفن سيجمينت تشيفت ريجستر زي التوصيل اللي فاتت بالضبط اطراف السير على تمانية اللاتش على تسعة والقلوك على عشرة هنا هيتضاف على كده الثلاث اطراف بتاعه بتوع الديجت تلاتة اللي هي دي وصلة على بالنهاي رقم خمسة الديجت اتنين وصلة على بالنهاي رقم ستة الديجت تلاتة وصلة على بالنهاي رقم سبعة يبقى سبعة بتاكتف الديجت دي ستة بتاكتف الديجت دي خمسة بتاكتف الديجت دي طيب التلاتة دول احنا احتاجناهم هنا يبقى احنا كده واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة كده ستة اطراف انت محتاجهم من الاردوين وعلشان تشغل باستخدام الطريقة العادية الطريقة بتاعة الحلقة اللي فاتت كنا بنستخدم عشر اطراف او عشرة او احنا كده خفضنا اربع اربعة ديجيتل او اتبوت طيب نبدأ نشوف هنتعامل مع الكلام ده ازاي بعد ما نعمل التوصيلة دي هتلاقي التوصيل الدايرة في الفيديو ديسكريبشن فاصف الفيديو تحت لو جيت تبص في الحلقة اللي فاتت هتلاقي ان احنا استخدمنا الارد دي زي ما هي واستخدمنا فكرة التلاتة ديجيتل او اتبوت اللي بتاكتف منهم كل ديجيت من التلاتة ديجيت ضيفنا عليهم الكلام اللي اتكلمناه او الجزئية اللي اتكلمناها في التطبيق اللي فات اللي هي بتاعة الاس اي ار واللاتش والكروك وعينناهم كلهم كاوتبوت المفروض ان انت هنا عايزين نطبح حاجة على الال سي دي مسلا انا اكتف ديجيت رقم 3 فعلشان اكتفه هعمل الكلام ده في علشان نشوف هنعمل ايه على فببساطة هقول له زي ما كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت دي واحد طبعا احنا في الحلقة اللي فاتت استخدمنا واستخدمنا مقاومات وكده في الحلقة دي انا قلت وريلك التوصيلة مباشرة ان انت هنا هتخرج على كل طرف من دول له في اكتف الخاص به من غير اي مقاومات ولكن ده بسبب ان اللي انا بستخدمها بتقدر تستحمل الخامسة كاملين يدخلوا عليها فيستحسن ان انت تحط مقاومات دي مجاسفة ان انت تستخدمهم من غير مقاومات مفروض ان انت هتحط مقاومة هنا حتى روكاتكم متى صغيرة متين وعشرين اوم متين اوم بس امانا ولكن لو انت عايز تبقى بكامل اضاقتها زي ما هتشوف دلوقتي بتستخدم على المقاومات ولكن تتأكد مدتها اشيط الخاصة بالسيفن ان هي بتشتغل على جهد خمسة فولت وطبعا عملية في التبديل اصلا بتقلل الفولت لان انت بتشتغل فالفولت بيقل طيب احنا كده هنخلي دي واحد يعني هنعمله دي بقى مش متى اكتف ديجيتل رايت دي اتنين وهي برضو ديجيتل رايت دي تلاتة ولو ده اللي احنا هنكتفه بعد كده هنخلي اللاتش بلو فاقول له ديجيتل رايت لاتش ولو بعد كده هنستخدم الفونكشن بتاعة الشيفت اوت هتديله الاس اي ار بعد كده الكلوك دي الاطراف بتاعة الاس اي ار والكلوك بعد كده اللو سيجنيفكنت بت فيرست وبعد كده هتديله الحاجة اللي انا عايز اطبعها على على السيفن سيجمنت عندك الاري لو عايز اطبع زيرو هتديله القيمة دي لو عايز اطبع واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا يبقى انا عايز اطبع مثلا زيرو على السيفن سيجمنت هقول له كده سيجمنت اوف زيرو هيروح للسيجمنت اوف زيرو يحط القيمة بتاعتها هنا وبالتالي هطبع الكلام ده على السيفن سيجمنت طيب بعد كده بتقول له ديجيتل رايت لاتش وهاي علشان يخرج الكلام ده زي ما احنا شايفين بعد ما وصلنا الدايرة نفس التوصيل اللي قلناه هنبدأ ان احنا رحلق الكود على الوضع الحالي منتظرين ان هو يطبع صفر على الديجيتل الاولانية زي ما احنا شايفين طابعة صفر وهكذا احنا مثلا عايزين نطبع الارقام من زيرو لتسعة فهنعمل كده بساطة هعمل فور لوب انتجر اي اكوال زيرو واي اصغر من عشرة اي بلس بلس واخد الكلام ده زي ما هو احطه جواه الفور لوب ولكن هنا بدل السيجمنت اوف زيرو اقول له سيجمنت اوف اي باول مرة هيطبع سيجمنت اوف زيرو وبعد كده هيزود الاي بواحد يبقى سيجمنت اوف وان وهكذا لحد ما يوصل لسيجمنت اوف تسعة يبقى يطبع الارقام من زيرو لتسعة مرة واحدة بس لان الكلام ده مكتوب في الفويت ستاة طبعا في حصل حاجة هنا الكلام تم بسرعة عالي قوي لازم تدي له ديليي ما بين كل عملية والتانية يبقى انت مسلا هتدي له ديليي ثانية زيرو واحد اين وهكذا يبقى دي فكرة استخدام السيفن سيجمنت على الشيفت ريجستر بنفس الكلام باستخدام التلات اطراف زي ما انت شفت في الحلقة اللي فاتت يبقى انت كل ديجيت هتاكتفه وهكذا تتعمل معاه بكل سهولة ما فيش اي مشكلة في الموضوع ده طيب احنا عايزين نعمل نفس التطبيق بتاع الحلقة اللي فاتت يعدي لي من صفر لتسعمائة تسعة وتسعين وما بين كل قراءة والتانية فيه ثانية ديليي فيه ثانية تأخير زمني يعني هيزود العداد بواحد كل ثانية فهنفتح التطبيق بتاع الحلقة اللي فاتت بنية هنا بنعمل عملية الشيفتينج وبنخرج الخارجة على البورت لا احنا هنا بقى مش هنخرج الخارجة على البورت وما انت هتعمل ايه التطبيق ده طبعا تشرح في الحلقة اللي فاتت اللي ما شافش الحلقة يضغط على الاي اللي زهرت على اليمين فوق دلوقتي هنعمل فونكشن هقول له فويد مسلا هقول له فويد شيفت لما اروح الفونكشن دي هعمل السيكونس بتاع الشيفت ريجستري انا هعمل الديجيتل رايت داتش والو بعد كده شيفت اوت دوية تديه الاس اي ار خلاص بقى ولكلوك وبعد كده تعمل ايه مفروض ان انت هنا هتعرف بايت او انتجر ايا كان خليه بايت افضل البيت ده هتديله ايه القيمة اللي اطبعها هنا بايت ده هتديله القيمة اللي هطبعها هنا هقول له مثلا value وبعد كده هقول له segment of value يعني القيمة مسلا هيجي يقول لي اطبع لي zero هيدخل على segment of zero علشان اطبع الشكل على seven segment او هنفز الكلام ده على بما يكافئ ال seven segment بعد كده اقول له digital right latch واي بس هيقابلنا مشكلة هنتكلم عليها لما نوصل لها يبقى احنا هنا خلاص ما عدناش هنعمل الكلام ده يعني port دي دلوقتي كنت بتبعت ال v1 يبقى انت هنا بس كل اللي هتعمله هتستدعي ال function اللي اسمها shift وهتديها قيمة ال v1 خلاص هنا نفس الكلام بدل ما كنت بتطلع الخارجة على ال port v2 اللي هي دي وهنا نفس الكلام v3 هنلاحز حاجة دلوقتي طبعا احنا لسه ما عرفناش تمام بقى احنا كم عرفنا الاطراف طبعا خلاص ما عدناش محتاجين الكلام ده طبعا علشان الاطراف هنا معمولة غلط اللي دي واحد مفروض على سبعة ستة خمسة طيب في حاجة تانية قبل ما نحرق الكود لازم ان احنا نعملها الحاجة دي هي ان احنا في المرة اللي فاتة كنا مستخدمين transistor فالحالة هنا هتبقى معكوسة بمعنى الحاجة اللي هاكتفها هتبقى له اللي باقي هاي انا عايز اكتف هنا يبقى تدي له له لان انا ما استخدمش transistor هنا انا موصل دايركت على طول فالمفروض ان انا هيعكس دي كلها الحاجة اللي عايز اكتفها هي اللي بديها له الباقي بياخد هاي هنا طبعا يبقى فيه كده بوزقية نقصة هنشوف دلوقتي كده الكود يتحرق ولكن لو انت ملاحظ في ظل مكان اللي قبلها يعني ما بتتمسحش فلازم تعمل سميها علشان تمسح المحتوى القديم قبل ما تكتب محتوى جديد قبل ما تعمل شفت جديد ده يعني شوف ايه اللي هيحصل دلوقتي هنعمل نسميها سي ال او تعمل نفس الكلام ده ولكن بدل ما تطبع بقى القيمة دي لأ هتقول له واحد اتنين تطبع خمسة ستة سبعة تمانية ثمانت صفار عشان تعمل تبقى نفس فكرة البناية بتاعة الكلير ولكن بالسوفت وير طيب واجي بعد كل دلي هنا هقول له سي ال سي ال سي ال خليك شايف كده ايه قبل وبعد ايه اللي هيحصل اه احرق شوف بعد ما نعمل بدأت الاطراف تبقى باينة وما عادش الفاليوز القديمة بتتراكن على الشاشة كده خلاص نفس التطبيق بتاع الحلقة اللي فاتت باستخدام والشيفت ريجستر ولكن هنا زي ما احنا شايفين الثلاث اطراف بتاع الكنترول دول برضو هيمثلوا عاقق علي بحيث كل ما اضيف سيفن سيجمنت اضطر اللي انا اضف لها كنترول بين يعني هم تلاتة فانا محتاج تلاتة كنترول بين في الاردوينو لو هم اربعة يبقى اربعة لو خمسة يبقى خمسة وهكذا فدي حاجة مش كويسة احجم الكلام ده يبقى ثلاث اطراف بس مهما زاد عدد الكنترول بين او عدد الديجيت يبقى هم ثلاث اطراف اللي خارجين من المايكرو كنترولر فقط هعمل الكلام ده ازاي بوسطة اللي هي اعود او او بطريقة على التوالي من بعض طيب المفروض ان احنا هنعمل الديجيت شينينج ازاي احنا هنستغنى عن التلاتة كنترول بين دول ونضيف شيفت ريجستر تاني وناخد الكنترول بين دول عن طريق الشيفت ريجستر التاني ببساطة الموضوع لما انت تيجي توصل شيفت ريجستر اخر مدخل الاس اي ار اللي هو المدخل بتاع الدي اس او الاس اي ار اي ان كان مسمى بتاعه اللي هو الديتا بين بيتم توصيله بي الـ QH' اللي هو انهون يعني الـ QH' ده اللي هو ده الطرف رقم 9 في الـ Shift Register اللي قولنا عليه هنتكلم عليه لما نجي نوصل اكتر من Shift Register يبقى الطرف ده هيتوصل بالاس اي ار بتاع الـ Shift Register الجديد ونفس الطرف الـ Cluck هيتوصل بالـ Cluck تحت ونفس طرف الـ Latch هيتوصل بالـ Latch تحت بتاع نشوف التوصيله دي التوصيله يا جماع علشان مثلا ان انت تحصل على اكتر من 8 يعني بص هنا كده التوصيله دي فيها 16 LED يعني اكتر من 8 احنا هنعمل نفس الفكرة نستخدم السبع سيجمنت اللي احنا مستخدمينهم ونستخدم ثلاثة كنترول من هنا بحيث يبقى ثلاث اطراف بس اللي جاء من المايكرو كنترولر هتلاحز هنا انه موصل كاباسيتر او مكسف ما يهمنيش مش مشكلة المكسف ده فكرة التوصيل كالقاتي الاطراف هي ايه وصلة الـ Paral Output وصلة بكل LED تمام هنا وصلة LED تانيين مشتركين مع بعض في الـ Ground ما افرقش معنا الكلام ده الفكرة كلها هبص هنا على الـ Q7 برايم بصوا رايح فين على الـ DS او مدخل الـ SER يبقى الـ Q7 وصل على مدخل الـ DS او الـ SER او الـ بتاع الـ shift register التاني يبقى انا التمانية لما يتعمل لهم shift هنا هيخرجوا هنا يتعمل لهم shift هنا وبعد كده هيتطلب ان انا اعمل تمانية تانيين يبقى الفكرة هنا في التعامل هتم كالقاتي انت بدل ما كدت بتعمل shift بتمانية بت لا انت كده دلوقتي هتعمل shift بستاشر بت تمانية هيروحه للـ shift register التاني وتمانية هيروحه للـ shift register الاولاني انت عايز تعمل ايه عايز هنا هنوصل الـ seven segment هنوصل الـ control البنات بتاعة الـ common بتاع التلاتة هنا بحيث مثلا الـ digit الاولاني اللي هو خانة المئات هيتوصل بالـ q0 خانة العشرات هيتوصل بالـ q1 خانة الاحد هيتوصل بالـ q2 سيبك من التوصيلها البقية احنا بنشرح التوصيلها بشكل عام فيبقى كده يعني البناية اللي على رقم سبعة هاشيلها وحطها هنا على shift register ده على q0 اللي هي qa سيبك من التوصيلة اللي هو وموصلها هنا ووصلها على qa وqb هيتوصل بستة يعني البناية اللي على طرف ستة في الاردوينو دلوقتي هتشيلها من على ستة في الاردوينو وتحطها بالqb خمسة هتشيلها من على خمسة هتحطها بالqc للـ ic التاني او للشفت ريجستر التاني بس هي دي التوصيل اللي عايزين نعملها يبقى كده رايح من المايك الكونترولر تلت اطراف فقط ليه الشفت ريجستر وما يعني اخذ مشترك من هنا لهنا في بنية الكلوك واللاتش طيب المفروض ان ده توصيل الدايرة في حالة الاتنين شفت ريجستر كل اللي عملناها ضفنا الشفت ريجستر التاني بنفس التوصيلات الاساسية ولكن البناية بتاعة الاس اي ار او الديتابن او الدي اس وصلناها بالqh prime بتاع الشفت ريجستر الاولاني اهو تمام ووصلنا الطرف بتاع اللاتش بالطرف بتاع اللاتش ليه الشفت ريجستر الاولاني والطرف بتاع الكولوك بالطرف بتاع الكولوك للشفت ريجستر الاولاني يبقى دي الفكرة كلها خلاص وراح ناخدين من هنا الطرف رقم اتناشر اللي هو في السيفن سيجمنت اللي كان متوصل بالبناية رقم سبعة هنا خلناها بالqa واللي كان متوصل بالبناية ستة اللي هو الطرف رقم تسعة وصلناه بالqb واللي كان متوصل بالطرف خمسة وصلناه بالqc يبقى دول التلاتة اللي هنعتمد ان احنا ناكتفهم من التاني طيب مفروض بعد اما عملنا التوصيلة دي طيب المفروض هنا بقى هنبدأ ان احنا نعمل ايه نفس التطبيقات اللي فاتت اهو ده نفس التطبيق مفروض ده تطبيق اساسي اللي احنا اخدناه طيب هنبدأ نعمل ايه هنا محتاجين ان احنا نخلي طرف اللاتش بلاو نفس السيكونس طيب يبقى ديجيتل رايت واقول له لاتش ولاو طيب الفكرة كلها بقى هتيجي هنا دي الفكرة انت عايز دلوقتي تعمل شفت بستاشر بت يبقى هتعمل هتقرر نفس السطر بتاع الشفت اوت مرتين المرة الاولانية هيروح بيهم للشفت ريجستر التاني المرة التانية هيروح بيها للشفت ريجستر الاولاني يبقى انا محتاج في المرة التانية يبقى انا هنا يعني هنا هو في البداية هيحط تمانية بيت في الشفت ريجستر الاولاني وبعد كده هيروح مخراجهم على الشفت ريجستر التاني وبعد كده يروح مدخل تمانية على الشفت ريجستر الاولاني يبقى هو ده السيكونس يبقى مثلا علشان ابعت السيكونس ده واحد اتنين تغير اربعة واحد اتنين تغير اربعة ومن خلاله اكتف هناك في السيفن سيجمان تبقى ما نعايز اكتف الكلام ده يتطبع على ايه? مسلا انا عايز اكتفه على الديجيتل او او الكيو ايه? يعني يتطبع على الديجيت واحد. كيو ايه يعني يتطبع على الديجيت واحد. يبقى انا هعمل كده واحد. واكمل الباقي صفار. يبقى ده اللي انا عايز اعمله. تمام? اطبع على الكيو واحد او اطبع على الديجيت واحد في القيمة ده. يبقى هعمل ايه? يبقى في البداية. هعمل شفت قوت بالتمانية بيت دول. هيروحوا على الشفت الاولاني. بعد كده اعمل شفت ليه? بالقيمة التانية بالتمانية بيت التانيين يروحوا اللي على اللي كانوا في الشفت الاولاني دول يتعمل لهم شفت يروحوا على التاني. بعد كده التمانية التانيين يتم طباعتهم في الاولاني ويتم تنفذهم في الاولاني يبقى ده اللي انا عايز اعمله طيب يبقى انا في البداية اول تمانية هيبقوا الخاصين اللي هيروحوا ياكتفوا الديجت اللي انت عايزه من الشفت ريجستر التاني فهتقول له شفت اوت هتدي له نفسه كل حاجة الاس اي ار وهتدي له ويبقى بعد كده التمانية اللي قلت لك عليهم اللي هم التمانية التانيين اللي هيكتفوا الديجت الخاص بيهم اللي انت عايزه يطبع عليهم اللي هو الديجت واحد في حالتنا هنا مثلا لما ببعت واحد يبقى هيخرج على الديجت كم هيخرج عليه انا مش عايز كده انا عايز اخرج له يبقى انا هنا محتاج صفر علشان اكتفوا والباقي كلوا واحد نية دانية تاربعة خمسة ستة سبعة مسلا يبقى العكس صفر واحد نية دانية تاربعة خمسة ستة سوة يبقى ده اول قيمة اللي هم هذه التمانيةієبيت دول اللي في علي سجنيفكانت بايت الدول الي هم التمانية دول في علي س جنيفكانت بايت في الجزء اللي على اليمين. بعد كده حط اللي هيتحطه في الجزء اللي على الشمال اللي هي السيجمنتس بقى اللي هتطبع. انا عايز اطبع كيان مسلا. عايز اطبع زيرو. فاقول له شفت. اوت. اس اي ار. طيب الزيرو ده يكافئ ايه من هنا? يعني خلاص سيبنا من القيمة دي مسلا. لو انت عايز تطبع القيمة ده تحطها زي ما هي بس ما عارفش القيمة ده تطلع شكلها عامل ازايا للسيفن سيجمنت. فنطبع زيرو يبقى نطبع سيجمنت. افزيرو. افضل يعني بقالها قيمة. وبعد كده اقول له ديجيتل رايت لاتش. بس ده اللي انا محتاجه. ابدأ دلوقتي. المفروض ان احنا دلوقتي هنبدأ ان احنا بعد ما وصلنا الدايرة زي ما احنا شايفين. نبدأ ان احنا نحرق الكود على الوضع الحالي ممتظرين ان يتكتب على الديجيت. واحد يتكتب صفر. زي ما احنا شايفين يتكتب على الديجيت واحد صفر. طيب لو عايزين يتكتب تسعة مثلا اه. سيجمنت اف تسعة. وهكزا. عايز ابدل اكتب نفس القيمة على التلاتة ديجيت. يبقى ها اكتبهم ان انا احط زيرو في القيم بتاعتهم. يبقى ده بيغير في السيفن سيجمنت في كسيجمنت وده بي اكتب الديجيت. بقى كده القضاءة بقت خفت علشان نشوف الارقام بشكل كويس. طبعا انت محتاج في الحالة دي لباور سورس خارجي. بيستحسن يبقى عندك باور سورس خارجي. لما تزيد عن تمانية لما تستخدم فبتحتاج ان انت تمد الاتنين من باور خارجي. مش مش من الباور بتاع الاردوين. ده دي كان مفروض ان احنا نعمل ايه? نفس الفكرة خلاص احنا مش عايزين مسلا اللي في النص خلاص احط واحد فيها. طب بالنسبة للاربعة دول ان ايه نظامه? ما ده انا مش محتاجه. التطبيق بتاعنا مش محتاجه. تمكن تحتاجهم في تطبيقات تاني. طيب. عايزين ننقل نفس الفكرة دي. على التطبيق اللي احنا شرحناه بتاع السري ديجيت. اللي بيطبع السواني. على طول علشان ما نطولش زمن الحلقات اكتر من كده. ده فكرة التطبيق زي ما اخدنا اخر مرة. ولكن الفكرة هنا ان انت بدل ما كنت بتبعت للشيفت ريجستر قيمة واحدة للفونكشن اسمها شيفت. لأ انا هبعط لها كمتين. ده بيعبر عن الخانة ده انا فيها حاليا. انا في الخانة ديجيت واحد. انا هنا مثلا في الخانة ديجيت تلاتة. انا هنا في الخانة ديجيت اتنين. لازم اعرف الكلام ده داخل الفونكشن. فبالتالي بديها متغير تاني من نوع بايت اسمه ديج. او ديجيت. تمام? الديجيت ده هستخدمه ازاي? في البداية بعمل ديجيت الرايت للاتش بلو. ده سابت في جميع الحالات. لو الديجيت ده بواحد هيخش هنا في البداية يست مين? يست ده بزيرو. يست الديجيت واحد اللي هو الديجيت اللي شفناه بنزبطه ازاي? بزيرو. والباقي كله يدي له واحد. طب لو باتنين يبقى انا في الخانة التانية. يبقى انا عايز افعل الخانة التانية. بفعلها ان انا احط زيرو والباقي واحد. لو تلاتة يبقى انا في الخانة التالتة عايز افعل الخانة التالتة علشان اطبع الرقم. نفس الكلام اللي كنا بنعمله في الاول ولكن باستخدام الشيفت ريجستر بعد كده بطبع القيمة اللي جايها لي اللي هي سيجمنت اوف ديتا اللي هي مبعوتها لي للفونكشن وبعمل هاي على اللاتش والسي اللي زي ما هي بقى دي بس الفكرة نحن الفونكشن كانت بتاخد بارامتر واحد او بتاخد ارجيمنت واحد دلوقتي بتاخد تو ارجيمنت خلاص واحد بيعبر عن البيانات اللي هتطبع واحد بيعبر انا هاكتف انهي سيفن سيجمنت او انهي ديجيت طيب نبدأ ان احنا بالوضع ده نحرق الكود نفيش اي فكرة زيادة غير اللي انا قلت لك عليها في الكود ده يبقى ده التطبيق بكده تكون جزئية الشيفت ريجستر وضحناها بشكل كامل يبقى انت لو عايز تتعامل مع اكتر من كده مع ديزي تشينينج اكتر من كده تلاتة مثلا يبقى هتحط التلاتة توصل التلاتة شيفت ريجستر بنفس الفكرة هتاخد من تاني شيفت ريجستر من الكيو سيفن برايم بتاعه توديها للس اي ار بتاع التالت وبدل ما كنت بتعمل شيفت بستاشر بيت لا هيزيده تمانية يبقى اربعة وعشرين بيت وبالتالي هستخدم تلات سطور بدل سطرين بدل بدل ما هم اتنين هستخدم تلات سطور والسطر التالت هو يعني اول واحد انا هستدعي اللي هو ده مسلا هنا هو اول واحد ده هيروح لاخر شيفت ريجستر وهكزا يبقى دي فكرة الكسكاد او ان انت توصل اكتر من شيفت ريجستر مع بعض بكده تكون انتهت جزئية الشيفت ريجستر وشوفنا التطبيقات اللي عليها تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة